السلام عليكم. معكم ابن العاصي مرانا سبعة وعشرين نوفمبر الفين وتسعتاش. لاحظنا اليوم واحد الامر يعني كان ملحوظ اللي هو العنف اللي صاره اليوم. الناس هاد الاهي اللي قدروا ضل انتخابات كيفاش بدهت تستعمل في العنف وفي القوة يعني. ضد كل من يختلف معاها. وحنا لازم ننبه ونبيني واحد النقطة مهمة في هاد الامر. مهمة جدا. اللي هي يعني هاد الناس حبوا يدخلوا في رأس الشعب الجزائري وفي الرأي العام. باللي النظام هو اللي راهوا ليك يحوس على العنف. وهذا خطأ كبير خوتي. لاهم يحوسوا على العنف هما اذناب العصابة. يعني العصابة والادناب التوحى. هاد الشر داما هاد يا خوتي هاد الخاونة هما لاهم يحوسوا يعني يجروا البلاد للفوضى. رام حابين يعني بالعاني بس كنت تخرج عليهم هما. احنا كشعب جزائري شعب واعي شعب محترم. ما تخرجش علينا الفوضى. واحنا يعني باش نختانون فرصة. ولازم نحملوا هاد المسئولية تاع الجر البلاد للفوضى. هي ناس هذي ليتدعى يعني النخبة ليتخرج في الحراك. وراه لي يعني راي تعطي معلومات خاطئة للشعب. للشباب الجزائري لهو ليك في الحراك. تعطيهم معلومات يعني عندها حتى اصل تقدب عليها. بس كون الشباب يعني ولا الشعب يتيق فيه ناس يعني يشفوا واحد قاري جاميعي. ولا استاذ ولا يقول لك هدا يعني قاري يعرف. وهذا خطأ كبير لو واقع فيه يعني الشعب الجزائري. واحنا يعني باش نشوفوا هاد الناس هاد النخبة هادو ما يعني ديكريمين المجريمين خوتي. كيفاش يستغلوا في الشباب يعني احنا نكونوا صراحة خوتي. يعني الشباب الجزائري ولا معظم الشباب. يعني ما عندوش ثقافة السياسة يعني ضعيف تعيف تعيف. ولا تقول ما كانش قاما حتى الضعيف هدي ما كانش. يعني ما عندو حتى علاقة بالبوليتيك. تجي تشوف. واحنا الشباب هدا لو يخرج للحارك يعني واحد ما ينقر الشباب بذا كراح حياته. يعني عندو عشرين سنة ولا ثلاثين سنة هو هكذا يعني في الفارغ يعني كما نقول. وحنا المهم مشاكل المجتمع تعنا. يعني هي اللي خلاته باش يخرج للحارك. حاب التغيير حاب يشوف بلاد جديدة حاب كده. صح هاد الناس هم يستغلوا في هاد الضعف. وفي هاد العطيفة هاد الشباب ورهم يقودوا فيهم للعنف. وهو معلابانهم بلي هاد الشباب يروح للعنف عادي. بس كما نقول الشباب عندو طاقة عندو طاقة كبيرة. حاب يفرقها. وهاد الناس هادو لا يدعوا بالتغافة يعني. ومنهم الاحزاب السياسية اللي هي الففاس والارسيدي. وحزب العمال ومواطنة هادو قاع يعني انتولي راح انت تتحملوا المسئولية. اي اي يعني تزايح انت تتحملوا المسئولية وحدكم. انتولكم تقودوا في الحارك ولكم تتكلموا باسم الحارك. والشعب عندو طاقة نسبيا فيكم. على خاطرش انتو زمان نخبة. يعني وانا نقول لهاد الناس يعني ما كلها تغلطونا. احنا على بنا بلي الفوضى تخرج عليكم. وتخرج على الغرب. احنا الفوضى خوتي ما تخرج علينا. احنا مدابينا يعني. على شرنا حابين نروحوا للانتخابات. احنا باش نيفيتي والفوضى. وهو ما يحصلوا يعني في النظام. باللي هو له وليك حاب يدير الفوضى. وهذا يعني غير معقول خوتي. هذه الناس. هذه كارطة الورقة تحتها اللخرانية. كارطة الاخرة. هي تحتها الفوضى. ولكن تشوفوا يعني سبحان الله. واش صرف الدمي الآن. من هان ناضو القبائل. خرجهم جنرال توفيق. يغرقوا البلديات. يكسروا البلديات اللي ضايرة. نفس السيناريو هوليك يتعاود. على خاطر شهدك واش علمهم التوفيق. سيدهم التوفيق. هذا واش علم هذه العصابة. علم هذه العصابة. وفي هذا الفيديو خوتي. النقطة المهمة هي لازم. نقع. نخدمه. ونبينه. باللي. أدناب العصابة. أدناب العصابة. المهم خوتي. حاجة لنأكد لكم عليها. هي. يعني لازم نبينه الحقيقة. ونبينه باللي. هاد الناس لا هلك ضد الانتخابات. وهاد الناس يعني هما لا محبين الفوضى. سبحانك اللهم وبحمدك. نشتو أن لا إله إلا أنت. نستغفرك وأن توب إليك. والسلام عليكم. حاليا. سبحانك اللهم وبني.